حياكم الله ومشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب واصل قصير فقرة فيس توفيس خليكم ويانا أحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام حيث فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم ودائما ما نصلب عليها الضوء أول موضوع في حلقتنا لهذا اليوم ضمن مواضيعنا اللي ما شاء الله عليها دائما لما تصير شغلات بالبلد صورة عامة يعني ما راح نحدد محافظات تصير شغلات بالبلد تلقي ناس تتخرب ناس ما قدرش تسوي ناس يعني 16 واحد من محافظة السليمانية ظهروا طبعا مو مو 16 بالمناسبة هم اللي ظهروا بالفيديو 300 400 زين بس 16 واحد هم اللي تم القاء القبض عليهم اللي ظهروا وهم يعتدون على فتاة يرقضون يرقضون وراها ويجون وصلت حد الضرب ضربوا هذه الفتاة بالسليمانية قدر شنو محوش كائنات برية زين سليمانية تعتبر محافظة سياحية يلتجي إلها أغلب سكان باقي المحافظات بالتالي أنت من ما توفر الأمان للسواه انتهيت من ضربة اقتصادك وسياحتك يا محافظة السليمانية 16 واحد يعتدون على بنت ويرقضون وراها بالمناسبة أرجع وأقولهم 16 اللي تم القاء القبض عليهم العدد يفوق ل300 نفر 300 نفر كائن بري بين قوسين جحش فيترد أحتيها بالمصطلح الدارج واللي يزعل خلي يزعل اليوم من نشوف ايش تصرفات ما انزل الله بها من سلطان لازم نردعها لازم نوقف ونحكي يجب محاسبة كل من اعتدى على هذه الفتاة ما لدخل شنو كانت لابسة وين كانت رايحة شنو تشتغل ما لدخل بهاي الأمور ظهرت فيديو مسكينة تم الاعتداء عليها يجب محاسبة كل من مش وراها وركض وراها ومع الأسف كانت قوسين اعتدى عليها بالضرب طبعا احنا قدنا الفيديو بس ما راح نظهره فيديو مؤسب جدا بس الحمد لله وشكر انه تم القاء القبض على هاي الثلة التافهة من المجتمع اللي موجودين تم القاء القبض عليهم هم الآن في قبضة العدالة لازم يتحاسبون لازم يتحاكمون ولازم تجيبون لثلاثمئة نفر الطفل والشبير والصغير اللي ثلاثمئة نفر تشانوا يمشون وراها هذولة كلهم لازم ينجابون مزين؟ ما يدرون هي شيء عقل جمعي جمعهم يمشون تقول قطيع بالفعل قطيع هي هاي الكلمة اللي تليق ما جتني بالبداية آسف يعني المفروض تجي من البداية القطيع هذولا لثلاثمئة نفر القطيع هاي هاي الكلمة تليق بيكم أنتم قطيع قطيع من خليشوا في الموضوع التفاصيل لو أيضا ماذا كانت ردود أفعال الناس والمواطنين الاعتقال 16 شخصا أو 16 شخصا بالفصحبات اعتدوا على فتاة في السليماني هذولة من ضمنهم من ضمن ال 16 نفر اللي اعتدوا على الفتاة خلنا نشوف التعليقات التعليقات شو تقول مهند يقول لقد ساد توحش الإنسان كلما قل وعي عقله وانحرف وخاصة في مجتمعاتنا وشاطرك الرأي يا مهند سبورت أو سبورت يمكن أنت مهند سبورت يعني مهند اللي يدعم دائم شوف بس لين سبورت 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 حسيان كريم يقول الغريب ان الشرقية في غيبوبة من هذا الخبر والسبب بسيط جدا لأن طبعا نقصر قناة الشرقية لأنه في الشمال وليس في الجنوب ولو كان هذا الخبر في الجنوب لوجدت الشرقية ومن لف لفها قد أعلنت الحداد وبدأت حربها على الجنوب لتلبسهم لبس التخلف والجاهلية ولوجدت الآن أنور الحمداني يقصد مقدم البرامج الإعلامي يذرف الدموع على هذه الحادثة أحمد حسين كريم هكذا كان تعليقه ويتهم قناة الشرقية بأنها لن تأخذ أو تتناول هكذا أخبار رأيه ومواطن كريم حر في رأيه هذا رأيه يقول أيضا اللي ما يقبلتنا تعليقه مصطفى الغريباوي يقول مصطفى كون ضيافة زينة بحيث تعلموهم الرجولة شلون تصير عاش تيدك طبعا إن شاء الله محمد أحمد يقول الإنسانية رحمة التعامل خصال من رجد الإنسان الواعي والراقي جاء يطينا درس بالحكمة آخر تعليق من قبل عبود وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا هذا كان موضوعنا الأول في هذه الفقرة اللي هو موضوع الاعتداء على فتاة في السليمانية من قبل مجموعة بلغ عددها ثلاثمية تم اعتقال ستة عشر واحد منهم موضوعنا الثاني مرتبط بهذا الموضوع بس شلون مرتبط بي؟ يعني هي مو جريمة يعني منظمة مو يعني سلسلة لا بس شنو هنا تم اعتداء على فتاة من قبل ذولة هس شنو أربع نساء يستدرجن رجل إلى أحد أحد المنازل والجريمة اعتقال اعتقال أربعة نساء في بغداد استدرجن رجل إلى منزل ثم قتلنه ورمين جثته في الشارع أو جثته في الشارع أنا أتوكل بالله بعد العراق ما يفي بني أتوكل بالله بعد إذا تسمحوا لي أنا أعرف أروح أتوكل بالله بعد لا هي شو هي شفنا العجب العجب الماين شاف شفنا شفنا 16 واحد ما عدم رجولة يأتدون على فتاة زين وشفنا أربع نساء متوحشات جابن رجال وكتلن بعد شنو أنا أتوكل بالله الله أحتل يا عمي والله العظيم بعد ما نعيش أحنا عمي الله بالخير ما حد قال الله بالخير شو شو نساء الفقير تقول الله بالخير ما نخلص أحنا هاي الأفلام والمسلسلات اللي يشوفوها ترى هاي من وحي الخيال سيناريو ماكشي بالواقع أنت ليش تجون الطبق و بالواقع ليش هاي من وحي الخيال من وحي خيال المؤلف بيجي يكتب سيناريو تم يقتل البطل يقتل يقتل يلا يقتل البطل في الحلقة الأخيرة يقتل بس مون تنتجن كتلن رجال لين شم سوي الله أعلم شنو هاي الجرأ العتشين كتلن بشر مثل الجرأ مثل الجرأ اللي يأذون كم واحد التافين اللي يأتدوا على البنت عم كارسة هسنا نداوي هاي نداوي هاي خلي نشوف الموضوع التفاصيل والتعليقات لنان تعبد اعتقال أربع نساء في بغداد استدرجن رجلا إلى منزل ثم قتلنه ورمين جثته في الشارع تفضلوا هذا الخبر هذا الخبر قبل شوية مدرم أنه كان معلق قال أنه هذا الخبر بغداد والجنوب تاخد الشرقية هذا الخبر ميش صديق هذا الخبر بغداد مؤخرة ذاك الخبر ممكن تعليق ذاك الأخي ممكن أن اسمح ما صحيح ما ذر بعد يقول غزوان أعوذ بالله يا ستار استرنا استرنا صديق استرنا تعالين استرنا احنا ناس تعبانين استرنا يا رب سو 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 تقول ما شاء الله بلد كل شي يطلع منه الله أكبر الله أكبر صديق الله أكبر كيش يطلع منه عادل الرضام يقول السبب هو ما يشاهدونه في مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم وأضف إلى ذلك الأفلام والمسلسلات يا عادل الأفلام والمسلسلات أيضا عامل مهم في هذا الموضوع كله أفلام بوليسية أفلام أكشن صبر لازمك سبب أدى للقتل لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبو النرجس يقول بناء على قدرة الفكرية ومعرفة الواسعة من الناحية التكتيكية والمبدئية منذ القدم وبصفتي متمرس وخبير وبحكم موهبة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية فحطتني وكذلك الدينية في ظل التطور الراهن الذين مروا به توصلت إلى نتيجة ملموسة ومحددة وعميقة جدا مفادها إنه ليس لدي شيء لأقوله وذك تحكي عني أنا صالحة أعقاب تعليقك وأنت ما عندك شيء تقولي وذك تحكي عني وذك تحكي أبو النرجس سهلة سهلة هي بيدرب العالمين سهلة هذا كان موضوعنا الثاني اللي هو موضوع الفتيات اللي قتل شخص موضوعنا الثالث في هذه الفقرة على مود أرقيلة تمقت الشاب على مود أرقيلة تمقت الشاب خلاف على نرقيلة ينهي حياة شاب طعناً بسكتين بسكتين خلاف على أرقيلة أو نرقيلة أو شيشة ينهي حياة شاب طعناً بسكتين في إحدى المحافظات ماذا أقول ليس لدي ما يقال على أتعاد الإمام وكل قيل ما قد قال وقد قيل ما سنساوي إحنا إحنا كإعلاميين مثلاً كمقدمين برام مجرد نتناول هيكي مواضيع شنو المفروض يكون الرأيكشن مالتنا ردت فعلنا شنو إحنا كناس هسا جاي نقرأتكم وليس خبر على مجرد نرقيلة شاب ينقتل ليعلى الله أصير مثل دولة اللي يطلعون بالتلفزيون بالقنوات دولة كم واحد ما يعرف يحتي وظل عيط وظل أتجاوز وظل مدرش شنو الناس يحتي عليه أجي أخذ الموضوع شاب عقلانية وحكمة يقول لي شو فاض شاب مكتول والتجاة تثالف خذ عسب الجو أسوي شاب يفارق الحياة تعلم ويد نرقيلة ولكم هي بيش نرقيلة شو غي بتقتل نفسها بثلاثة آلاف و بخمسة آلاف هاي تروح تنزلها بالجهو تشتريها أكو حتى بعشرة آلاف دينار وأكو بمئة مئة دولار خليشوف الموضوع وتفاصيل ليه أنا قلبي قلبي يوجعني كل شيء يوجعني من عدهم كل شيء يوجعني قلبي من عدهم بارك الله بكم نتمنى لكم المزيد من الهمجية هذا التعليق السوء وين الحكومة وين القانون على هذا الاستهتار بروح العالم وكأنما مو بشر حسبنا الله ونعمله وين 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 أنا مثل وين سليمي قل لا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم كارثة مأساوية تصيب بعض البشر في هذه التصرفات الشرسة والمستهترات حيدر يقول له حوله ولا قوت إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه برحمة الوازعة أما مسعود زاخوي من زاخو يقول هذا حال الدنيا كل واحد ويومه حسين كات هذا حال الدنيا كل واحد ويومه ومصير هذا كان آخر تعليق حتى قد تنسوا لفكتر بهذا الموضوع خلي شوية المواضيع المأساوية واللي مدري مين ما مين نجي على الترند والحدث الأبرد خليجي خمسة وعشرين بالبصرة خليجي خمسة وعشرين بالبصرة اللي إن شاء الله راح تنطلق فعالياته يوم ستة من هذا الشهر يوم ستة من هذا الشهر راح تنطلق فعاليات قطولة خليجي خمسة وعشرين على ملاعب البصرة الدولي والميناء الأولمبي البصرة شبط العرب العشار والجزار والمدرش المناطق كلنا نسية الميجن على بالي البصرة زين هاي المناطق من الزبير لبل الخصيب كل هاي المناطق زين احنا مثل ما عودناكم أو أنا مثل ما عودتكم انه فقرة منها الحد البطولة فقرة أو مو فقرة يعني فدخانة بسيطة جزء من الحلقة لهذا الحدث الأبرد للترند الأبرد فعدنا اليوم أخبار ومواضيع تخص هذا الموضوع خلينا نتناولها آني وياكم ونقرأ ونشوف كل التفاصيل وصول وفد المنتخب اليمني مثل ما تعرفون المنتخب اليمني هو أول المنتخبات القادمة إلى البصرة وبالفعل وصل وفد المنتخب اليمني الجمعة للمشاركة في بطولة خليجي خمسة وعشرين اللي تنطلق فعالياته مثل ما قلت لكم ستة واحد وكان فيه استقبال وفد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رحيم لفتة ومدير لجنة المراسيم لبطولة خليجي خمسة وعشرين على الأسبي اللي هو الرئيس ناري الشهرباء إذن المنتخب اليمني وصل إلى البصرة في أول المنتخبات الواصلة يا أهله أحيالله باليمن وأهل اليمن وحضرماوت وهالعدن وكل اليمن أهلاً ومرحباً بكم يمن الحضارة اليمن بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر ومصر هاي الدول أصحاب التاريخ العظيم التاريخ الكبير أرض أرض البلد والمندي اليمني المندي اليمني يعني أشتديكم على هذا الأكل الطيب هاي الوجبة الدسمة يعني المندي أشتديكم على هذا الاختراع مثل ما احنا مخترعين الدولمة الأردن مخترعين المنسف زين احنا اليمن أجهم أجهم المنسف بالمناسبة أحدهم يقول أن الدولمة مو الأراقية بس هي الأطيب الأراقية تغطر السطر هذا كان يعني هذا من ضمن مجموعة الأخبار أيضا خبر آخر يقول اجتماع مشترك بين اتحاد الكرة والاتحاد الخليجي عقيد اليوم السبت اللي هو يوم أنس اجتماع مشترك بين اتحاد العراقي والاتحاد الخليجي بشأن آخر الاستعدادات لاحتضان خليجي 25 في البصرة بحضور النهب الأول لرئيس الاتحاد مدير البطولة علي جبار والأمين العام لاتحاد كيس الخليج جاسم الرمحي ونائب مدير البطولة محمد ناصر وأعضاء الاتحاد واللجان المشتركة والمشرفة على خليجي 25 وقال النائب علي جبار أكملنا جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية واللوجستية والأمنية لتنظيم خليجي بصورة مميزة وأضاف لدينا ثقة كبيرة بقدرات ملاكات ونائب التعاون مع اتحاد كيس الخليجي العربي من الناحية التنظيمية فضلاً عن استيعاب جميع الحضور بشكل مناسب وأشار جبار إلى أن البطولة تحظى بدعم حكومي كبير من قبل آخر للمستويات وهذا يسفن بتعزيز درجات التفاوق في ظهار بطولة بمستوى يشيد به الجميع أيضاً لدينا هذه الصورة من الاجتماع علي جبار جاسم الرمحي وأيضاً الوفد الخليجي هذه الصورة من اجتماع أدنى خبر آخر اللي هو إضافة لاعبين لقائمة المنتخب الوطني تم استحصال موافقة وخيراً وتم انضمام أيمن حسين وأنجد عطوان إلى المنتخب الوطني خبر صحفي عن الاتحاد العراق لكرة القدم إضافة لاعبين إلى وفد المنتخب الوطني تقرر إضافة اللاعبين أيمن حسين وامجد عطوان إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة خليجي 25 ومن المؤمل أن يلتحق اللاعبان بوفد المنتخب الوطني يوم غد الأحد لتدعين كثيبة فسود الرافدين وذلك بعد الجهود التي بذلها الاتحاد العراق لكرة القدم والتي تكللت من خلال المخاطبات الرسمية بإقناع أنديتهم وبموافقة الاتحاد القطري لتسهيل أمر اللاعبين بالتواجد مع منتخب العراق وبالفعل أيمن وامجد حط الرحال في البصرة إضافة أيمن حسين مهمة جدا لخط هجوم المنتخب الوطني وكذلك امجد عطوان في خط الوسط هؤلاء أو خلنا احتيب خلنا احتيب الدارج هذول اللاعبين اللي قدموا بالمنتخب الوطني شي مهين أمجد لاعب وسط جيد جدا ممتاز اضافه إلى أيمن حسين أيمن حسين هداف بارع يقتنص الفرصة أيمن حسين هداف مميز جدا فإضافتهم للبطولة هو رح يضيف قوة للمنتخب الوطني قوة للمنتخب الوطني لأنه أعتقد كاساس رح يستفيده هواية أيضا خبر آخر مسابقات الاتحاد الخليجي طبعا أنا أجمع لكم أخبار و أعطيكم يا لين مثل ما تعرفون موضوع مسابقات الاتحاد الخليجي تتفقد ملعبي البصرة والميناء باختصار لجنة المسابقات الاتحاد الخليجي زارت ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي ويعني وعبدت اللجنة رضاها التام عن الإجراءات التي تمت في المدة الماضية التي سبقت منافسات النسخ خمسة وعشرين لبطولة كأس الخليج كما أبدت اللجنة التفقدية سعادتها بشأن إقامة البطولة في مدينة البصرة معربة عن دعمها ومساندتها لإقامة البطولة هاي يعني أيضا خبر إيجابي منافس بيع التذاكر المناسب أكبر أنتذكر يعني ما مخلصات يعني البارحة أنه انطلقنا التذاكر هواين باع المنافس بيع التذاكر مثل ما تشوفون هذه المناسب القيثار للسفر أوربينت فير البارون سفار البصرة جوهرة البصرة قلعة بابل سحابة الخليج القيثار للسفر اقتناء اقتناء التذاكر دخول المباريات خليج 25 من المصادر المعتمدة وعلى جمهورنا الابتعاد عن الاقتناء من مصادر غير معروفة ومجهولة التعليقات التعليقات من كل موضوع ما خلي التعليق ويتو راح تعرفون مين احسيني يقول والله انسان شارفون زيهو وطني الله يحفظه ان شاء الله يظهر رئيس الابتحاد أبد ما يتغير يقصد على عدنان درجال كراء الموسى ويقول لعد البطولة عراقية يقصد على موضوع اضافة امجد عطوان واي من احسين للمنتخب الوطني وجهة نظرة يقول البطولة عراقية لعد قيس يقول بالتوفيق ان شاء الله هذا اكيد علجنا النجارة اما علي العلي يقول افتحوا اكثر من رابط وحددوا نسب الجماهير الخليجية ولكل محافظة حسب النسب السكانية وحتى لكبار السن وذوي الاحتياجات يقصد على موضوع التذاكر وانا اشوف تعليق مهم جدا اتمنى يؤخذ بعين او بنظر الاحتبار لانه لازم الكل يكونون يعني يحضرون للبطولة هذا كان اخر تعليق واخر موضوع بفقرة فيس وفيس مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة تريند تيوب خليكم ويانا لحد يروح بعيد خياكم الله من جديد مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في فقرة تريند تيوب حيث الفيديوهات اللي تنتشر بالسوشال ميديا اول فيديو عدم في طائرة متجهة من بانكوك الى الهند جولة من الملاكمة حدثت في الطائرة ويا بالجاو خلي نشوف شبعة كتل شو هذا شو خويته شبعة كتل شو وقت شو وقت تنزل دفاع شو شبعة كتل لا انت الحامي نفسك ولا انت المرجع لها الضربة شو شبعان كتل خويت نحن من يم نغثير شايلو يضرب بيك شنهان وتمسولي انا عبالي بس اتنصر هاي الشغلات في الطيارة فين سد الباب لوفت شي هاي وزين هي هاي اصلا العركة على شنه يعني الصغير واحد المفروض يعرف العركة على شنه هاي تلقاهم يعني هي من بانكوك الى الهند تلقاهم مدرش شو شو تلقاهم هي هاي نبار باع شو نيكتل بيه بابا بابا بي بي هذا فاز بالجولة الاولى بيقى النامبر وان براوند نمبر تو فاز فاز هذا بالجولة الاولى فاز شوفو فتبلي دقا علي فتبلي دقا فتبك تشرب يا اخو يدي دافع على نفسك دصيح اخ يا راسي دقول دحتي يا يا خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو من المسخة يدعى يضرب انت شبيك فاهي خرب يومك هتا يقول له بس انا من ثلت لكم إياه يضرب انت شبيك فاهي خرب يومك هتا يقول هنالشرقية داه ما عادها خبر سلبي عن العراق تستوردنه من الهنش واذا بيه كفخون وساكت يكفخون بيه وساكت فعلا يكفخون بيه وساكت يكفخون بيه وساكت ممن يمضجت ممن يتانا على هاي الطيارة يكفخون بيه وساكت بس ويشبه واحد عندنا هنا أبو سامي يقول ايش بيك خاطر ربك خاطر الله دافع عن نفسك يا ابن الحلال لا حول ولا قوة بالله شنا عمي كارثة هاي عبدو العزيز خبزخبز راج ديال كل من ورا الجامة كلها تريد تقعد يامها حتى تصور كل من ورا الجامة يمكن نوالله كلها من ورا الجامة خوي يمكن نوالله كلها من ورا الجامة رسمي ثلاثة تقديمت جاء مصطور سألني ليلى تقول امكسر عابب يصف قوم بي وانت مذنك اش بيك الخاطر ربك الخاطر الله اش بيك اقول ايش بيك ياخدي دافع عن نفسك ياخدي يمو موحنا من يم نضيجنا دافع عن نفسك تقول هذا كان اخر تعليق من قبل ليلى بخصوص هذا الفيديو اللي هو فيديو من بانكوك الى الهند على متن الطائرة وشفنا ذول اللي لا والله مو يتعاركون هو بس واحد يكتل بواحد طب طب وقع لبوكتاك الفيديو جاي هو من السعودية فين شباب نزلوا يوثقون لحظة عدم اصابتهم من انقلبة سيارتهم او اندعنا سيارتهم هلاثنا تجيب سيارتانية مغلوبة وهما عاشوا منهم تصرف اللي سواء غير ما غير ما عاشوا الناس انتقدتهم قلت لهم يا انتو جايين بس ما يمكن يعني نسو نسو شي سوون ما ترحون تنقدون هذا بالسيارة قلوا شوفوا الفيديو نرجع نثولك مثل ما شفتو بقيتا ويحمد ربه ونسو انه اللي بالسيارة بشر انقلبت في السيارة لازم يروح لنقبة شوفوا سيارتهم مدعومة جتهم هاي السيارة كملت على سيارتهم كملت عليها مثل ما تشوفون سيارتهم لقزز وهاي السيارة مدعشينو هاي جتكملت عليهم هذا من حالات روح ابقى يدعي بس نسو انه يروح ينقد هذا الشخص اللي موجود بهاي السيارة لان هاي روح روح بشر يعني تكون المفروض يروح بس هو زين التصوير التليفون وشوفت السدة التصوير التليفون وشوفت السدة ما دري يعني انت بحالة توقي طالع من حادث شاي الصور جاك حادث ثاني يدي سدة للتليفون التليفون دي شمرة من يدك يا أخي قاعد تصور شا تصور علي مني يا أخي يا حبيبي فمثل ما تشوفون عاث الشخص هاللي بالسيارة وبقى يدعي وما راح لابد فالناس ايضا كان فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي ايضا شوفوا أسا جاي يتحدث زين جاي يتحدث يقول جت السيارة راح راح السيارة هاي بالزلك بالمطار خلنا شوفوا التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو أبو نور يقول هاي لو بالعراق ينسى نفسه ويركض ينقذ اللي بالسيارة ويطمئن على سلامة الركاب اللي بالسيارة المقلوبة بتولي تقول ما أجمل ما قالوه حمدا لله في الشدائد الحمد لله على سلامتهم وإن شاء الله صاحب السيارة ينجو برحمة الله أما إبراهيم محمد يقول بس بالنسبة للولد اللي بالسيارة شنو بزونه جاي التسوق مو بشر شو ما حد بحاله يصد على اللي انقلبت سيارته قال أنه ما حد راح له من دول اللي جاعد يصور يوثقون لحظاتهم يا أخو يتوثق لحظاتك هنا أنا بيش وقت سلام يقول أنا اللي حيرني يعني سيارة قلبت صفهم وهم ولا كأنما أشو ما حد ركض ينقذ اللي بنصحة والله الغيرة خلقت عراقية فقط أنا زلمت جد جد والظهر بنا ينشد صمتي شموخي صمتي شموخي تقول أدري الحمد لله وقاعد تصور والمصيبة الكبرى ما حد فزع بهم ونقذ السائق حسنت يا صمت الشموخ الصمت قمة الشموخ أي واحد يقول الصمت قمة الشموخ في البللين هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي هو الفيديو اللي ظهر من السعودية الفيديو الثالث فيديو جميل إنساني برحمة كبيرة جدا طفلة طفلة عدها حيوان جلكم الله كلب عدها كلب وصار أكو أطلاقات لألعاب نارية سوت هاي الطفلة جامعة لا خنشوفها خنشوفها أفضل مشكلة يعني هي مدري شنو لو طلاقات نارية لو صوت طيران طيارة شوف 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 قبل صدت إدانة حتى ما يسمع والله ما أدري يعني فد فيديو ما أدري أنا ما أدري فد شي خبل جيد شوف شون 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 نقلبها على الكل وسد تدانة حتى ما يسمع هذا الفيديو أعتقد هو بالصين لأن هاي الفتاة الصينية بالصين بهاي الدول اللي قريبة من الصين ففيديو ففيديو حلو أيضا انتشر على موقع التواصل الاجتماعي وحاز على نسبة مشاهدات مرتفعة جدا خلنشوف التعليقات ماذا كانت عامر يقول من تربح حيوانة لي في الطير انت عالمه وبس ما حد يفهمها غيرك ما حد يترجم تصرفاته وافعاله ويعرف من غيرك وما حد حيحس حيحس ما حس هواك ما حس حيحس ما حد ما حد يحس حيحس فقد اذا اختفى غيرك قطعة من قلبك يصير الله الله اكرم يقول هذه الانسانية عما في مجتمعنا يقوم بعض السواق المتهورين بدهس القطط والكلاب عمدا بل وحتى يقوم بعض الصبية بربط الحيوان ويقيده ويرميه في برك المياه الآسنة مجرم هذا مجرم حرب هذا اكرم ايا 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 هي اسمها ايا تقول البزونة بالعراقش قد مظلوم اطفال الفرع حتى بسمار يخلون بدان هنا اطفال الفرع كارثة فيونة فيونة يوم شنو آيا آيا فيونة فيونة شنو نورس لا هاي مونو آي نورس تقول عدد طالنا اجقد اجقد شنو اجقد اجقد من نومة من وراء صوت الطلق والطلقات التاية حسب يا الله ونعم الوكيل على كل واحد يرمي طلق ايه خلص تعليق قال التعليق من النورس انا رتب قنسوه التربية ونشأتها هاي الاساس الجهال هنا ما يخلون يبزونه لو كلب اذا ما يضربوه ويخلوني يعرج والله صحيح كارد هذا الموضوع والله سؤلا يعني ما يخلون ما يخلون ابد الا يخلوه يعرج هذا كان الفيديو الثالث اللي عندنا اللي هو الفتاة اللي من سمعت الصوات وهذا فدت اجاني الكلب الفيديو الرابع والاخير من فرنسا حيث حوبة المسلمين شاهدوا ماذا حصل في فرنسا خيلوا سرع لدينا هاي الشغلات وهو تلقى السي ان وال بي بي سي والدنيا كلها تجي هنا واشتباقات العراق في خطر الانسان بينما يوميا تصير في فرنسا ما حد يحكي ليش لأن ماكرون وياهم بحلفهم باع ماكرون يا أخي لا تندق الإسلام ولا تندق برسول الله هاي نهايتك شوفها بلدك اللهم لا شو مات اللهم لا شو مات بس هيش يصير بيك يا أخي هيش يصير بيك دك عرق بوكسات شو هيش هذا ليسر بيك هس أحسن لك يا أخي أحسن لك هسه هيش بس أنا شو ترجم الرئيس بلده ما ضعبطت أنا شو ترجم الرئيس بكل تجمع يا كل راجدي لو بيضي أنا شو ترجم منك يا أخي إذا تكل تجمع طب راجدي طب بيضي شين أخي يا رحمة الوالدي مدمرتني يا بس بب تقول آي تقول آي تقول فيلم موش خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي كان من فرنسا عقيلي يقول اللهم لا تجعل أمان لمن لا يريد الأمان للمسلمين ويجعل حرامك حلال بين الناس جهارا متحديا قدرتك بالفزق والفجور اللهم فرق شملهم آمين يا رب العالم هو هجو عيدا سلام يا مهدي يقول حسبي الله ونعم الوكيل على الظالمين على الظالمين حسبي الله ونعم الوكيل يقول على الظالمين أسينات تقول ها 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 كلها صارت مثلنا لا ما صارت مثلنا بس هاي الله طالح بيهم هاي حوبة المسلمين وحوبة الإسلام وين يجي واحد مثل ماكرون يوميا يصنف يصنف هاي هاي الحوبة هاي تصير عذراخ ضير يقول ورئيسهم الخائد يتمنطق على عالمنا يوزع نصائح وحلول مهزلة فعلا هو يتمنطق علينا يوزع نصائح وحلول ومعرف شنو هو شسمة آخر تعليق من أبو محمد القرعاوي يقول خليهم المثليين ينصور وهذا الناقص ماكرون ينصور شنو ينصور خليهم المثليين شنو ينصور شنو ينصور وهذا الناقص ماكرون من أساء إلى نبي الرحمة خلي خلص روحه زوج العجوز عبد المحمد شنو تريد نهاية التعليق شنو تريد كل شيء ما افتهمت من التعليق مشاهدين الكرام ووصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم هاي أخبارنا وهاي مواضعنا وهاي أحداثنا وترنداتنا حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أجلكم في أمان الله